موسيقى 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 والصيقة لديل جواد زياش يعني ما كانش منتظرة ما كانش منتظرة ما كان الحس بأنه ما كان ندرولها عنده القراءات بزعبة القراءات زياش تقنقراطي معروف الساحة الوطنية وربما أن كانش حاجة ليش حاجة لأنه كانت الإشاعة دارته مدير عام في الغرام إلى آخره هو رجل مطلوب في الساحة لأنه رجل كفء متمكن وعنده قدرات وأبانى عند ذلك من خلال تسير ديال فريق الرجاء في إطار أزمة وما إدراك ما الرجاء فريق الرجاء تفق بكري طبعا بمساعدة اللجنة ديال الحكماء يسمى عنده أوزال عبدالغالام حميد الصويري أحمد عمور عبدالسلام حانات حتى أستاذ عبدالفير دوس كذلك فقوة دي الرجاء جات من هذه اللجنة لهذا مشكلة الاستقالة أو البقاء لا تطرح مشكلة يعني مباشرة بالنسبة للرجاء لأنه كان اللجنة وكلمر خريطين فإذا الرجاء ما عندها لاش تخاف من هذا الجانب ما عندها لاش تخاف وخصوصا أن الزياج صراح بأنه سيبقى في خزمة الرجاء حتى نعقد الجمع العام في 3 ديسمبر وكذلك الصهر على تسير اللعبين إلى آخر هذا شي كله الآن قدروا ناخدوه ولكن ما نتصرعوش ما نتصرعوش ما نعطوش ذاك الرجاء الآن مهيكلة وربما أنه محقه وزياج والمكتب المكتب المديري الحالي هو جد إيجابي يعني كين الدين الدين باقي ماشي ما كينش فإذا ماشي هو هروب أمام مسؤولية هذه اللولة ثانيا ربما الزياج مطلوب مطلوب كإطار ثالثا أدى الرسالة دياله اللي عليه دياله ناخدوه من هالجانب الإيجابي الآن واش تغيب ديال غياب ديال الزياج والرحيل دياله وتتير بالسلب على تسير ديال فريق الرجال أغضن ذلك أغضن ذلك لأن الحلول موجودة وهما أكثرها طبعا كالجانب المادي غادي تطرح خلال جميع العام ديون ما زال متراكي ما اللاعبين ما زال عندهم بشاكل الفلوس ديال الكاف ما زال ما جوش بالنسبة ل كذلك مداخل أخرى ديال البطولة هي كذلك ما زال ما تمشي لواحد مليار وشي حاجة إلى آخيره يمكن تحل 40-50% ديال المشاكل ديال اللاعبين وذلك الشي ديال الدين ديال اللاعبين ولكن غير يبقى عمل يعني إنشغال في هذا الإطار تغيير بالنسبة للتأطير التقني كل هذا يجعل أن أن قضية استقالة زياش يعني لن تؤثرها بالسلم على الشخصية الرجاوية لأنه كما قلت كان تصير جماعي ربما هاد 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 طريقة ديال التصير ديال التدبير بمثابة درس ومرجعية بالنسبة لاندي الأخرى لعنى بتصير الفرضين ما بقىش في الراجع هدي هدي سنين مند الاحتضان ما بقىش تصير شخصي ولا التيناوب ولا التنتين ما تordre كوفأ كلها تقريبا ها تقريبا ما يجذكش دل كل منا Myère سيروا كانوا في مقاولات مستوى حالي. ايضا الغياب للزياش تيمشي في اطار تحقيق نتائج جد ايجابية. وهذا يعني غادي يبقى في التاريخ. التاريخ كون ان نمشى في اطار ما بقاش دكش يجروا عليه ولا فرضوا عليه الاستقالة الى اخرى. وكين دغوطات دغوطات يعني نقدروا نقولوها بكل صراحة لانها ما كيمش الله يحسن عوال المسير اليوم. لان دكش يدار على حساب وقته. الى حساب مصالح دياله. على مسائل اخرى. هادي الهواء اللي ما زال الهواء لانها ما زال ما دخلناش الاحترام. انها ربما قتولي الشركة وغادي ولصوصي مساهمين في تسير الشركة الى اخرى. هذيك ساعة نقدر ما قلوه بانه الواحد يقدر يبقى رئيس لمدة طاويلة. الان ما يمكنش ولا اعتبر راحي للزياش. واخا غفل. اخا غفلنا غفلنا. ما كناش كنتدرها بزيك. ما كنتدرها يقول له هذيك ستين سبعين في المياه. ماشي مية في المياه. فراحي ديالو لن يؤثر بالسلم. وده برناس را كتجتمع الى اخرين. المكتب المديري را كي يجتمع. المنخارطين كي يجتمعوا. وهذا الى اخرين لى ايجاد حل. كين شباب? كين شباب? كين شباب? لذا بلغت سويد دار من بعد الزياش. هو ان انفتاح حول اطور شباب. اطور الماء. ولكن موجودين داخل فريق الرجاء. اللي خدموه اشتغلو في. انا مغيش ندخل في سياسة ديالرجوين لان هذا كشي ببناتهم داخلي. ولكن الناس خدموه في اطار الاصلاح. وساهموا في التغير. مجارب القانون. مجارب الاحتراف. التعامل مع اللجان المتخصصة داخل الجامعة. كل هذا قاموا به. شباب اللي هم الان موجودين داخل الرجاء وداخل منخارطين. فما على اللجنة الحكامة الا ان تساند هؤلاء الشباب. اندروا تغيير. اندروا تغيير ديالجيل كذلك ديال المسيرين. وكان اعرف انا كين 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 اسماء وازنة. ما غادش نقول اسماء ديالها. ولكن غادش. فاذا تغيير تغيير ديال ديالزيات لن يؤثرها بالسلب. وهذا هو الاساس. لن يؤثرها بالسلب على تشير ديالرجاء. الان كيفش الرجاء غتواجه للمستقبل. هنا في نقتصفان كبيرة. وكين مشاكل. مشاكل كثيرة. واضن انه الى قول رجوين ديرين يد فيد. وجامعين شمل يمكن يتجاوزوا. ما نسموهاش ازمة. ما عادة لك اننا نقول له بي ان الازمة عندها ايجابيات وسلبية. ازمة اللي جاتوا واحد المرض معين. ره معناه انه يمكن يتشافى منه. هذه هي الازمة. فاذا ربما كان لابد انه نتغيير الدار. لان حال الوقت. الى شتي الاجهال ديال المسيرين ديال ديالرجاء خلال العقود الفارطة فستجد انه كان كان اوزال دووزها الغالام. من بعد دووزوها لحمد عمور. من بعد دووزوها لحب سلام حانات. من بعد دووزوها لعبد السؤال فاذا طاقة موجودة داخل المنخارطين. وكذلك داخل لجنة الحكامة. وكذلك داخل المكسب المسير لفريق الرجاء. اللي كان ينتظر الرجاء صعب جدا صعب. كجميع الاندية. هذا يبقى مختصاص طبعا للرئيس المقبيل لفريق الرجاء. لان زياد صرح بانه لن يتراجع على القرار له.